تصميم التعليم والعلم اللازمين لهم وتخريج متعلمين زمهارة وكفاءة عالية وتجهيزهم وإعدادهم لمواجهة سوء العمل لتحقيق أمل الأمة وإحداث التقدم الحضاري المنشود لذلك هناك العديد من الأهميات الأخرى والتي سوف نستعرضها في النقاط التالية أول أهمية للتصميم التعليمي هو مواكبة التطورات المعرفية في جميع المجالات التعليمية اعتمادا على ما توصلت إليه الأبحاث العلمية فيها تاني أهمية يتلبية جميع احتاجات سوء العمل المتزيدة والمتنوعة تالت أهمية هي تسليح المتعلمين بالمهارات والكفاءات والمعارف بما تناسب مع الاتجاهات الحديثة في العلم للمساهمة في التنمية المستدامة وبما يتناسب مع سوق العمل رابع أهمية هي تحقيق معايير ومتطلبات ضمان الجودة وفقا للجهات المنحة للحصول على الاعتماد الأكاديمي بما يتناسب مع سوق العمل خامس أهمية هي تحديد مخرجات التعلم وصيغتها بطريقة صحيحة ودقيقة على مستوى المقررات والبرامج التعليمية بما يتناسب مع سوق العمل سادس أهمية هي تحقيق أفضل النتائج التعليمية والوصول إلى رضا المتعلمين سابع أهمية هي تسليح المتعلمين بالقيم العلمية التي تساعدهم على التكيف بنجاح مع جميع ظروف سوق العمل سامن أهمية هي تنمية مهارات المتعلمين للتعلم المستمر مدى الحياة والقدرة على اكتساب المعارف بشكل مستمر لمواجهة التحديات العصر ومواكبة سوق العمل تاسع أهمية انخراط المتعلمين في احتياجات المجتمع ومواكباتها لدخول سوق العمل في جميع المجالات الأهمية العاشرة وهي معالجة نقاط الضعف في المناهج ووضع خطط للتحسين والتطوير لتلك المناهج لتلبي احتياجات السوق الأهمية الحالية عشر وهي تصميم برامج تعليمية تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في المجتمع المحلي الأهمية الثانية عشر هي التوسع التقني والمعرفي لجميع التخصصات الأكاديمية بما يتناسب مع سوق العمل الأهمية الثالث عشر توفر هدوات التقويم فرصاً للمتعلمين لإثبات كفاءتهم وقدرتهم والتي تساعد في تلبيت احتياجات سوق العمل الأهمية الرابعة عشر هي اختيار أدوات التقويم لتأكد من أن مخرجات التعلم تلائم سوق العمل الأهمية الخميسة عشر تصميم المحتوى التعليمي الذي يساعد في تنمية المعارف والخبرات اللازمة ليتعلمها المتعلمون اللي يتمكنوا من مواكبة احتياجات سوق العمل الأهمية السادسة عشر هي تحديد الأنشطة التعليمية التي تساعد المتعلمين على الربط بين النظرية والتطبيق على أرض الواقع وإعداد الطلبة لمواجهة سلبيات سوق العمل الأهمية السابع عشر هي اختيار الأنشطة التعليمية والتي تسهم في سقل شخصية المتعلم وبناؤها وجعلهم سفراء لمؤسستهم التعليمية عند انتقالهم لسوق العمل الأهمية السامنة عشر هي تحديد الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز النهج الصحيح الواجب اتباعه لتدريب المتعلمين وفق احتياجات سوق العمل وبهذا قد نكون استعرضنا سويا أهمية تصميم التعليم لتلبية حاجات سوق العمل وشكرا لكم على حسن استماعكم والآن دعونا ننتقل إلى فيديوهات اليوم التالي اشتركوا في القناة